حرب الفجار بي حرب كانت في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهدتها ورميت فيها بنبل وندمت على ذلك لأنها كانت جاهلية حرب جاهلية بين قريش وبين هوزان ديلا لهم عند الطائف فاقتتلوا قتالا شديدا وسميت بحرب الفجار لأنها كانت في الشهر الحرام والعرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ما بقعت فيها لما وقعت الحرب في الشهر الحرام سميت بحرب الفجار وكان الزبير قائد بني هاشم وبني المطلب والقائد الأعلى للحرب اسمه حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ده والد منه حرب ابن أمية والد أبي سفيان ابن حرب وهو من بني أمية وبني أمية كانوا من أكثر قريش طيب المهم إن هزمت فيها قريش وعقدوا بناتهم صلح وعوضوهم بعض الخسائر المهم ترجمة نانسي قنقر